أكد اجتماع عقد بالعاصمة عدن على استكمال مراجعة ملفات التسويات والعلاوات السنوية المتعلقة بالعاملين في القطاع التربوي والتعليمي ووقف الاجتماع المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات برئاسة وزير التربية الأستاذ طارق سالم العكبري ووزير الخدمة دكتور عبد الناصر الوالي أمام ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة بين الجانبين في معالجة الإشكاليات والعراقيل التي تقف أمام استكمال إجراءات تسوية أوضاع المعلمين ومناقشة عدد من القضايا المتصلة بملف التسويات والعلاوات السنوية وأشار وزير التربية أن هذا الاجتماع في مقر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يأتي متزامنا مع تدشين أولى حصص العام الدراسي الجديد 2022-2023 وذلك من أجل متابعة ملفات التسويات للعاملين بالحقل التربوي والتعليمي وإنجاز فتاوى الخدمة المدنية للمعلم ومتابعتها مع وزارة المالية في صرف المستحقات والعلاوات السنوية ويستمر عمل اللجنة الفنية المكلفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وذلك لمعارجة أي شكليات تظهر أمام إجراءات تسوية أوضاع المعلمين ترجمة نانسي قنقر